أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطع الخاص وهي رسالة صمئنان لجميع المستثمرين وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعية لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة أكد مدبولي أن الحكومة تواصل خطواتها من أجل سرعة إنجاز المشروعات المختلفة ودخولها حيز التشغيل وزيادة الإنتاج والصدرات مع توفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلف الشباب وأشار مدبولي إلى مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية وتأكيد على ثوابت الدولة المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قصريا والجهود المصرية لوقف العدوان وتطرق مدبولي لمشاركة في النسخة الحادية عشرة من قمة رايز أب والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير مجددا التأكيد أن مصر تواصل العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفر الدعم اللازم لذلك من أجل فتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتقلل من معدلة البطالة وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة موسيقى موسيقى شكرا